أعلن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن إلغاء احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية في المملكة بعد حادثة استشهاد عدداً من مرتبات الأمن العام خلال تنفيذ مداهمة لخلية إرهابية في منطقة الحسينية بمعان وقال المجلس في بيان صادر اتخذنا قراراً بإلغاء كافة الاحتفالات بهذه المناسبة والاختصار على الشعائر الدينية في الكنائس تضامناً مع الوطن وجهاز الأمن العامي وعائلاتنا المحزونين الذين قدموا أبناءهم الأحرارة شهداء رووا بدمائهم الطاهرة ثرى أردننا المبارك وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم مكتب فضائية نورسات في الأردن وفلسطين ممثلاً بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل بأصدق مشاعر العزاء لذوي الشهداء كما ندعو الله عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على الجرح المصابين من أفراد الأمن العام راجينا الله أن يحفظ أردننا الغالي في ظل قيادته الهاشمية المظفرة